سمر مثل ما بنعرف شهر تشرين الأول هو الشهر الوردي المخصص عالمياً للكشف المبكر عن سرطان التدي مثل ما بنعرف كثير من النساء والصبايا خافوا يروحوا يعملوا الفحص الدوري خوفاً من المجهول ولكن أثبتت الدراسات وأن الكشف المبكر عن السرطان بساعد جداً بنسبة الشفاء ويكون طريقة أسرع لنتعرف عن هذا الموضوع وأيضاً بننخص الجانب النفسي لي بلعب دور كتير كبير بهذه العملية معنا هبا موسى ضيفتنا هبا موسى خصائية نفسية واجتماعية يا ساد صباحك وأهلا وسحي يا ساد صباحك وصباح جميع النساء بما أننا الفقرة نسائية خلينا نقول يا ساد صباحك هبا بالبداية خلينا نحكي كيف ممكن نكسر حاجز الخوف عند السيدات ويروحوا ويكشفوا الكشف المبكر خلينا نحكي عن أهميته وكيف ممكن السيدات يكسروا حاجز الخوف الأهميته هو كتير كبير من مبدأ خليني أقول إذا مثلاً عنا حالات مرضية تاريخية بالعيلة يعني المريضة السرطان السيدة لما بيكون في عنده حالات ممكن تورس لأنه في أبحاث ممكن تورس هاد المرض بالإضافة للحالات الفيزيولوجية إذا كانت نوعاً ما متقدمة بالعمر على خليني أقول أبواب انقطاع الدورة الشهرية فهي أساسي لنأخذ مبدأ الكشف خليني أقول كيف مثلاً بيصير في غريب كيف مثلاً نروح نعمل فيتامينات خلينا نقول الكشف من مبدأ الوفاية خير من قنطار علاج هو إله خليني أقول نوعاً ما حضوره اللي خطوة مرعبة بس هاي الخطوة المرعبة بتمنعنا عن خطوات أخرى أكثر رعباً خليني أقول صحيح بس بنا ننتبه على شغلة إنه في إبحاث كثير ما ثبتت يعني يعني في ناس بيقولوا إنه 30 فما فوق نعم نحكي إنه إياك تحت الهواء إنه 30 فما فوق الفحص في ناس بيصير في عندهم رعب معاكس ممكن يكون 25 بدي تفحص بيصير في ردة فعل تحريض لأنه هو عبارة عن شو السرطان هي خلايا زايدة نعم فالفحص أحياناً بيصير فيه تحريض بالخلايا بيصير ممكن تحرد لا سمح الله فبدي يكون سيف زوحدين وبدي يكون كثير مع أخصائيين وكثير بدي يكون دعم هلأ بنحكي على فقرة الدعم دعم نفسي إنه روحي فحصتي روحي فحصي إذا شاكة إذا في حالات مرضية مو مشكلة روحي فحصي يعني مثل كأنه روحي امتحان صحيح امتحان خلينا نقول يعني أستاذي هبا خلينا نحكي أكتر عن موضوع الجانب النفسي نحن مثل ما بنعرف الجانب النفسي بيلعب دور بأي مرض ودائما بشهر خلينا نقول شهر الوردي بتم التوعية ويمكن منركز نحنا على الرياحة النفسية للسيدات ومنعطيهم طاقة من خلال إنه كلنا نحنا عم نروح لنفحص ما عم يكون الفحص بشكل فردي ولكن أنه أنا رح تفحصت أنت روحي فحصي دعي نروح نفحص سواء تماما قديش هذا الجانب مهم التهيئة النفسية قبل الدعم النفسي مية بالمية وكتير مهم من مبدأ نحنا لما عم نحكي سرطان السدية بدنا نحكي أول شي هو يعتبر من أكثر سرطانات انتشارة كأحساءات امرأة بين 8 نساء فهاي نقطة النقطة التانية لما بيكون المرأة عندها نوعا ما خلفية تعليمية النقطة التانية لما بيكون عندها خلفية عائلية بهذا الموضوع بيصير فيه واعي بيصير ضروري بالإضافة لأنه شغلة لأنه إحنا فحصي لنسرع الأحداث فحصي طلع لا سمح الله عند السرطان نعم بدنا نتعامل على مبدأ كيف على مبدأ أنه هو موجود ردة الفعل الأنثة صورة الزات للأنثة يعني صورة الزات ممكن متدنية بدا تصير فيه خسارة بالنسبة إلا بدا تفوت بمراحل الخسارة بمراحل الإنكار بمراحل الحزن وممكن لا سمح الله نحنا ردات أفعال البشر مختلفة أنا ديك المرة كنت عم بصور بمركز وسيدة قالوا لا تلع معك سرطان بتمنى لهايك الله يشفيها لا غلطاني ردت الفعل الأولى لا غلطاني ردت فعلة فضيعة كانت نهارت بكيت أنا يعني أعادت كثير يعني تأثرت فيها ولو هلأ مثلا مفكر فيها الله يشفيها يا رب أمين يا رب يعني إجيتها هيك الصدمة كثير كبيرة كثير قوية مثلا مثل هدول السيدات اللي بتجي هنا الصدمة القوية كيف ممكن نحنا نخفف عنهم كيف ممكن نتقبلوا مرحلة العلاج برأيك كيفا؟ مراحل الصدمة ما فينا ما نقطع لأنه هي التسلسل هي صدمة هي خسارة هي إنكار بعدين بتفوت على مرحلة التقبل فالمراحل ما لازم نختصر منها شيء بالعكس بتضر الأنثة صحيح لما بتفوت بمرحلة التقبل هون بيصير فيه دعم إلي ودعم للمحيط سواء متزوجة أو غير متزوجة لأنه ردة فعل المحيط من مبدأ مثلا فيه علاج كيمياوي فيه خسارة شعر فيه أكتر من قصة حلينينا نبلش بالدعم إليه الدعم إليه إنه صورة الزاد فيه عمليات تجميل كتير إذا لا سمح الله ودتها لا استقصال السدي فيه عمليات تجميل نوعا ما بتعدل بيصير فيه تأقلم بيصير فيه حالة خليني يقول إنه أنا أنسة أنا ناقصة عن الكل لا إنتي بالعمليات التجميل بتكملي هاي نقطة النقطة الثانية إنه خسارة الشعر فيه معادلة بهاي لصب ننتهي على شغلة إنه أحيانا بصطلح مريضات أنا بقوله بتجيني حالات مثلا بتجيني بطلات بطلات صرت عن السدي لأنه هن عبارة عن طاقة كامنة هائلة بس بدنا نعرف كيف نوجهها وقلنا أكبر مثال بسيدة لياسمين السيدة الأولى يعني قديش كانت تعطي الست أسماء كتير طاقة اللي حواليها وكتير مستمرة رغم الفترة العصيبة اللي مرت فيها صحيح وكمان المثال لا دعم الأسرة دكتور بشار الأسد الرئيس قديش كان فيه داعم وقديش كان مشارك دعم الزوج هاد المثال الإيجابي وهاد المثال المطلوب في عندي أنا حالة زوجها لأ أنت ما صرت أونسا لأ بلشت المشاكل لأ أنت مالك مقبولة لأ أنت في دراسات اللي ما هندن دعم نفسي فهن الأكثر خليني أقول تدهورا بمرحلة الإصابة ودننتبهي شغلة طالما كشف مبكر وطالما كشفنا وصارت الحالة اسم مبكر ممكن تكون حالات مبكرة فهي مرحلة عمرية ما بتأثر على البعض صحيح وبالإضافة لشغلة كتير حلوة أن يكون في تبادل في عندي جلسات علاج جماعي مع الإناث يعني اللي مضت وتعالجت سواء استقصال أو تعالج الموضوع ممكن تقعد مع زميلاتها أنه أنا هيك صار معي أنا هيك صار معي هون بيصير دعم المحيط دعم تبادل الخبرات كتير له دور كمان هيبا فينا نقول كمان الشخصية تلعب دورا للأنت أحيانا بيكونوا إناثت شوي هيك يعني نفسيا ما ننمرتاحين عندهم خوف وقلق من أي شيء أحيانا في عالم بتقرب بصير عندها وسواء كيف إذا هي اكتشفت مرض سرطان ويمكن بعد هالحملات لقينا في نسبة كتير كبيرة تقبلت الموضوع الفحص تقبلت موضوع ولكن الصدمة موجودة في عالم عم تنصدر مثل ما حكيت سمارة الحالة بطريقة انهيار عصبية في عالم لأ بتسكت وبتحاول انه تقول خلص تقبل الموضوع دغري ولكن بتمر بمرحلة الصدمة على الساكت هدول العالم قديش بيتحملوا عبق قدي بيتحملوا عبق يعني فوق الموضوع في عبق انهي نكابتين هذا الموضوع على هذا المثال انا عندي حالة خليني اقول ورتتها عن امه بس امه فاتت بمرض السرطان وبسرية بحته وما دريه غير بعد ما ماتت يعني كان متقدم ما دريه بعد ما ماتت هاي قديش صدمة البنت ورتتها بهذا الموضوع بس بالوقت نفسه وعتها انه انا لازم انتباه لازم قوتها وكانت نوعا ما ضعيفة فخسرت امي الله يرحمها صار وقت انه انا واعي الناس وانتباه على حالي بس هاد الموضوع بس عملتلي ردة بهاته من المبدأ كمان الثاني حضرتك هم تقولي الضعيفة خليني يقولي اللي ما عنده خبرات بالحياة اللي ما عنده خبرات بالحياة صار هون دور الاختصاصي صار دور هون الزوج صار دور هون الاهل صار دور انه ما للأسف نحنا بمجتمعنا خلينا نحكي كمان الجانب السلبي بصير في نظرة معينة انه كيف عم تلبسي كيف عم تلبسي كيف شارك كيف هاي الاسئلة الحشورة هاي الاسئلة الحشورة ما لا معنى انا بحثة معيبة تمامت مية بالمية حكيك معيبة وما لا معنى بس بدا تحاول انه تاخدها بقالب تاني وبدنا نحاول انه ما في داعي كتر يحكي كتر يحكي ليش طاقات كامنة هي انثة هي مرأة بفترة معينة لا نستثمر الطاقات هذا الضعف اللي حضرتك عم تقولين طلع منا الطاقات الموجودة قداش بدا تفيد اللي حواليها قداش بدا تفيد خليني يقول تفيد انه انا انثة انا موجودة بصمتي موجودة صح تمام ولاحظة شو قلتلك احيانا بيقولوا لك مريضات لا انا بنسبة اليهن بطلات ويا مفلعان في حالات بالدام النفسي هن اللي مقويني وهن اللي عاطيني اطاقة مشكلة الرسم ابتسامة مجرد انك انت مرأتي بهاي الفترة بس انت انت انثة كاملة ومتكاملة بضحكة صغيرة بوردة صغيرة انك انت قادرة تكملي والطريق بعده بأوله بتعامل انه مرحلة مؤقتة ايه مرحلة مؤقتة خلينا نحكي في من السيدات مسلم توقف حياتهم بيحسوا انه هن عاب ينتظروا الموت ما عاد بدون شي من هالحياة نظرة سوداوية كبيرة يصيروا قاعدين بالبيت ما يطلعوا من غرفتهم ما يعيشوا حياة اجتماعية يبتعدوا عن كل العالم عدولي الاشخاص كيف كمان ممكن يتقبلوا شو ممكن يعملوا قصص ايجابية بحياتهم يحسوا حالا انه هن بدون يعيشوا صح وبالاضافة للمحيط يعني ما يصير عندهم عزلة اجتماعية صحيح هي من مراحل الصدمة ممكن كتير يكون في عزلة اجتماعية ممكن كتير يكون في رفض طعام احيانا يوصلوا لحافة رفض الطعام رفض انه يعكلوا انه ليش لا اكل الكلمة القليلة بيقول لك ليش لا اكل انا خلص انا راح موت انا بهذا الموضوع هلا كيف ممكن يتقبلوا ما فينا نقول انه يلا خلص واقفي لا خليها بهاي الفترة بس خليها مراقبة لحد معين بين الثلاث اسابيع للاربع اسابيع شهر لحد معين زادت صار وقت تدخل المختصين صار وقت تدخل الاهل انه خلص صار وقت الصفحة التانية كيف تتعامل مع الصدمة صار وقت ممكن كيف تتقبل ممكن افلام وكيف الوعي كيف الكشف عمل وعي ممكن افلام لحالات معينة ممكن امثلة قدوات كيف ممكن تتقبل ممكن يكون شغلات خاصة يعني الاعمال اليدوية لانا كتير بنصح فيها من مبدأ التنفيذ الانفعالي عمال يدوية رياضة لو مشي تنفي سنفي عالي خلاص عصبتي الغضب لأنه بنلاحظ أنه الغضب صحيح هو من مراحل الخسارة أو من مراحل الصدمة بس أحيانا بدون كان يطلع وكان ينزل بنلاحظ كمان أنه العلاج الكيميائي له آلام فبهي الآلام كتير بدنا نحترمها لأنه لما بنقول إيه خلاص تعالجتي ومشي الحال هذا التصغير للأسف لما ما فيدي شيء تعالجتي هذا التصغير أحيانا بيعمل ردة فعل يعني من مبدأ أنه أنتو مين لو تضغروا آلامي ونحن عتبة الألم بين شخص وشخص بختلفة فما بالنا بالعلاج الكيميائي عتبة الألم قديش بدا تكون لا الألم بنحترمه الألم صار خلصنا ارتحنا عملنا راحة بعد الألم يلا صار وقت أنت قمسة صار وقت أنت تميل صار وقت ممكن نعطيها شغلة أنه أنت متضايقة من هاي المرحلة شو رأيك مثلا أنا في عندي حالات مدرسة أنه خلينا نعمل حصص بمدارس حصص سوعية وتقولي لهم أنا مثال لما بتسمع ليش هم قول جلسات لعلاج الجماعي لما بتسمع حدا حكا حدا حكا حدا حكا فبصير في عنده أنه عنده شجاعة أن تحكي من التفاصيل بهذا الموضوع وبالإضافة لأنه بدا مساحة أمان بدا شخص تحكي له كل شيء الألم وتبكي وتضعف وبيه كل شيء سواء متزوجة أو غير متزوجة هاي المساحة الأمان كتير مقدسة نعم إن شاء الله يا رب هيك بعد هالحديث معك هيبا كون إحنا استفدنا وأكيد الجميع السيدات والرسالة تكون وصلت إن شاء الله وننتمنى الشفاء العاجل للجميع وننتمنى أيضا أنه عن جد مثل ما ذكرتي الكشف المبكر والتوعية أساسي بهذا الموضوع وننشكرك لألك أكيد شكرا لكم وإن شاء الله إيامنا كلها وردية إن شاء الله شكرا لألك وأكيد منتمنى الصحة والسلام للجميع شكرا لألك شكرا للمشاهدة